عقدت وزيرة التجارة وصناعة نيفين جامع جلسة مباحثات موسعة مع وزير خارجية بنجلادش محمد علام والوفد المرافقي له وخلال الجلسة تم بحث السبو لتعزيز تعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وقالت جامع إن أبرز فرص التعاون المتاحة بين البلدين تتمثل في تبادل البعثات التجارية والتعاون في مجالات الصناعة النسيجية والملابس الجاهزة والمشاركة في المعارض لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 بلغ ما يقرب من 132.5 مليون دولار